بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم رح نتحدث على فصل نيزلز اللي هو الفصل السابع من كتاب الصوت اللي يتدرس مرحلة ثانية كلية التربية مرحلة ثانية كلية الأداب ومرحلة أولى كلية التربية الأساسية وأغلب كليات التربية الأساسية يأخذون ملازم ويأخذون كتاب ولكن البعض يدرسون المادة كاملة مثل ما ذكرنا بالدرس السابق هذا الشابتر ما يحتاج ندرسه بملزمة الأمر جدا واضح بكتاب فخلينا ندرسه بالكتاب ونوضح الأشياء المهمة به وإذا أكو تعريف أو أكو ملاحظة فأني رح أخليها بالفيديو أنت أخذ لها سكرين أو وقف الفيديو اكتب الملاحظة يمك بالكتاب واكتب اشترجم مالتها وقعد اقراها وذكرنا قبل ونرجع عندنا نذكر مرة أخرى طلابنا العزاء لا تكتب بدفتر اكتب بالكتاب على مو تقدر بعدين تراجعها ولا تقل لي استاذ أنا راح أرتبها وكذا صدقني راح تنشغل راح يصير عندك امتحان شهري وكذا وهذا الأمور ما راح تلحق اكتب المادة هسه ولا تأجلها خليها كل يوم بيومه وضبط مادة ده خلينا نعرف شن المقصود بالأصوات نيزلز كلمة نيزلز جاءت من كلمة نويز يعني الأنف نيزلز يعني أصوات أنفية يعني أصوات أخرى إذن راح ندرس اليوم النيزلز والأصوات الأخرى بالبداية خلينا نعرف شن المقصود بالنيزل النيزلز كونسننت نيزل they are consonant with a basic characteristics إذن هي أصوات والتي that the air أو the breath أو الهواء أو النفس keeps أو goes يعني يهرب أو يمضي أو يمشي أو يمر through the noise من خلال الأنف نيزلز يعني أنف نيزلز يعني أنفية why the soft part is the word ومنطقة soft part تكون من خفضة to prevent the air to go through the oral cavity حتى تمنع الهواء من الخروج من خلال الفم زين هي من هي أصوات النيزل هي الما والنا والإن الما والنا والإن هذه هي أصوات النيزل شن المقصود بهذا الكلام هذا الكلام خلي أنتقل آن إياكم إلى الصورة نوح هذه هي الصورة مثل ما تشوفها قدامك هذه هي السوفت بلت هي هاي المنطقة منطقة السوفت بلت بأصوات النيزل راح تجي هاي المنطقة لي جوه إيلي هنا ليش حتى تمنع الهواء أن يمر من خلال الفم to prevent the air to go through the noise شوف to prevent the air to go through the noise شوف هذي هذا المقصود بها to prevent لكي تمنع إذن هاي المنطقة راح تنزل لي جوه حتى تمنع الهواء من الخروج من هاي المنطقة من خلال الفم ولكن راح تخرج من خلال الأنف زي نعني ذلك سميناهن نيزل طلابنا الأعزاء ركز على هاي المفردات وعلى هاي الملاحظات أرجوك أرجوك ركز على هاي المادة يعني بالامتحان احتماد تجيك فراغات صحة وخطأ يعني مثلا يقلك لكن نيزل ار فراغ the soft bullet in the nasals the soft bullet بالنيزل is lower لو مثلا يقلك من خفضنا مرتفع lower مثلا أو يجيب لك فراغ مثلا is فراغ أنت تكتب lower مو تجيك بالامتحان ووضل صافنا هاي منين جابه اشلون جيت هاي جيت مننا دون هاي الملاحظات وركز ويايا نقطة بنقطة حتى الضبط المادة مالتك راح عيد الفكرة مرة أخرى تابع ويايا هذا الهواء راح يخرج جمنيا يجي الهواء جاي من الرائتين أفهم الهواء جاي مننا من الرائتين من يوصل الهنا راح تجي هاي منطقة soft bullet هاي soft bullet راح تتحكم بالهواء بالنسبة لأصوات النيزل هذه الأصوات راح تخرج من خلال الفم وهذه يعني خليه خليه أقول لكم هي مثل الحنفية مثل الكاك هي اللي راح تتحكم بالهواء الهواء فإذا سواء إذا خرج من خلال الفم أو من خلال الأنف فإذن الهواء راح يخرج من خلال الفم وراح هاي المنطقة اللي هي soft bullet هاي المتحركة it is movable لا تنسي it is movable خافي يجيب لك اقول لك the soft bullet is farag اللي قلت it is movable زين عيني لذلك راح تنزل لي جوه من تنزل لي جوه ش راح يصير من تنزل لي جوه هاي المنطقة راح تنزل لي جوه راح يمر الهواء من خلال الفم لذلك إحنا سميناهم نيزل شوفوا طلاب أنا بالدروس السابقة وبالبداية في الشابترات ذكرنا كل مميزات الأصوات فالمي والنو والن هذي إله المميزات المميزات اللي هم voice my voice strong place of vertical هذا شي كلش مهم حاول ترجع تقراهن مرة أخرى يعني حاول تروح شوف الميزاتهم هذي هم تجيك فراغ صح وخطأ وإنت ضلت صاف من تقول هاي من ينجتني صحيح هي الملاحظة ما موجودة بالكتاب نصا بس أنا منطقياها أرجع أقرأ المادة زين وأقرأ هاي الملاحظات حتى من تجيك صح وخطأ اختيار فراغات تقدر جاوب هذا بالنسبة للتعريف حاول تكتب يمك بالكتاب حتى تحفظه إن شاء الله هذا التعريف انتهيني هسا راح نجي ناخذ ملاحظة يعني بس خلا أشوفكم شغلة شغلة المميزات ما مميزات شوف أصوات المي صوت المي يعتبر voiced يعتبر مهموس voiced يعتبر biolibial ويعتبر nasal يعني هاي الملاحظة خليها وياك فهذا مميزات الأصوات نحن نعرف المي هي nasal زين فهذه كلها تيجي منها وظلت صافة انت بنى امتحان منين جتني ذن الاختيارات ما تعرف الأسألة شلون تيجيك منها تيجيك وانت حائر بها ما تعرفها شنون فهذه الأمور ركز عليها ذن نهيجا فراغات سعى وخطأ الجدول اللي أخذناه بالذيش المحاضرة قلت لكم موجود بصفحة 52 موجودات بصفحة 52 مميزات كل صوت الplace of articulation والمانرة الplace of articulation ارجع عليه نقراها زين حتى من تيجيك بالامتحان تقدر تجاوبها وان شاء الله يارب بكلكم تجاوبون جوبون درجة عالية هنا ما عندك شي مرات يعني تيجيك فراغات صحة وخطأ مثلا هاي لورد ممكن تيجي فراغ هذا اللي أنا مخلي الكياب الخط الأصفر هذا ركز علي لأن هذا مهم هذا مهم زين بعدش حدنا أصوات أخرى أو مميزات أخرى الplace of articulation for of is the same look at okay نعم هنا ديقول لك هاي الملاحظة يشوفها انتش طولها وشقدها الplace of articulation of the is the same of as that k is useful to exercise the brak هاي الملاحظات ديقول لك ياها ترى الصوت هذا تدري شن ديقول لك ديقول لك ترى الpanera of articulation الplace of articulation ديصوت النا والإنج والك والق الانج والك والق ترى منتشابهات ومن هنا سالشي نرجع على موضوع الجدول إذن أنت من تحفظ الجدول هذه الأمور كلها راح تفهمها تستتبع عطباو علم اللحظة ما تفهم شنها دهير بس من ترد تقرأ الجدول وتحفظ وتفهم أنت هذه الأمور كلها راح يصرع عليك سهلة زين عيني وأنا حتى شارح الجدول على اليوتيوب مناشرة أصلا يعني تقدر تشوف تكتب تقاسيم الأصوات الصحيحة راح تلقاه تكتب تقاسيم الأصوات الصحيحة الأستاذ محمد دجب النوفلي راح تلقاه هنا أهم شارحة بالتفصيل بالتفصيل الممل فروح أقرأ جدول كلش مهم هنا خليك ملاحظة ببالك لازم تعرف يقل في بداية إذن هاي خليهم ملاحظة يمك صوت ما يجيني بداية الكلمة أطلاقا تنعيني ما يصير بالبداية أما صوت المونة فيصرون كلش هواية ويحدثون باللغة الإنجليزية في بداية الكلمة راح عيد الملاحظة بعبارة أخرى خليك ويايا زي أنا عندي صوت إيه هذا الصوت هذا صوت إيه هذا مثل ما تشوف قدامك هذا صوت الإنج إيه هذا اللي تشوف قدامك إنت هذا هذا الصوت ما يجيني بداية الكلمة يعني ممكن يجيك فراغ أو صح وخطأ أو اختيارات مثلا يقلك فراغ ما يصير بداية الكلام أو لا يحدث بدايا أو لا يحدث في بداية الكلام عندما تقول صوت الإنج صوت الإنج هذا الصوت هاي الملاحظة مهمة جدا وهذا البرغراف عندك فد موضوع يقول لك شلون تعرف الإي آر من أصل الكلمة لو مو من أصلها يعني شلون تعرف هذه الإي آر هي من أصل الكلمة لو مو من أصلها ملاحظة كلش بسيطة الإي آر نحذفها من الكلمة إذا بقى المعنى نفسي شي إذا بقى المعنى نفسي فهذه الإي آر يعني ليست من أصل الكلمة ليست من أصل الكلمة يعني أنا شلون أعرف هاي الإي آر أصلية بالكلمة له إضافة بسيطة جداً نحذف الإير إذا حذفنا الإير بقى المعنى نفس الشيء معناها هاي الكلمة هذه الإير ليست أصل الكلمة وإذا حذفنا الإير والمعنى اختلف فهاي المعنى معنا هذا الإير أصلية من ضمن الكلمة لأنه موضوع حقيقة ما دلشتون أنا أشوفها سخيف يعني هو شنو شون تعرف أيان بينه إذا أحنا شفنا الإير هي إضافة مثلاً هي سينج هي بيها إير هي بينه إير إضافة مثلاً فينجر هي فينجر هي الإير هي ما تلأصبع هي نفسة وياها ما لا علاقة أنجر هي غضب هي نفسة شيء ملاحظة مدري شونها والله حقيقة ما مختنع بالموضوع إطلاقاً يعني يعني هي شنو هو دا يقول لك سينجر شون تعرف الإير إمبينة سينج يغني والإير هي مغني نفس الشي يعني فيقول لك شون تعرف الإير هي مبينة يا أخي العزيز يا صاحب الكتاب تحياتي إلك أخي الغالي يعني هي أصلاً مبينة ما عرف الشون يعني أنت كاتبها ملاحظة ومدونها وطباعة تحياتي إلكم وتحياتي لصاحب الكتاب أنا هذا برأي شخصي بعد ما عرف يعني يمكن أنتو إذن خلوا عادي الملاحظة بعد مرة أخرى أخافك وطالب فهمة بطيئة الإير إذا حذفتها من الكلمة وبقى المعنى مثل ما هو هاي إضافية مو من أصل الكلمة مثلاً سينج يغني سينجر مغني من حذفنا الإير بقى المعنى نفس الشي هم يغني إذن هاي هي مو من أصل الكلمة إذا حذفنا الإير وتغير المعنى إذن هذه الإير من أصل الكلمة هذه الإير من ضمن أصل الكلمة مثلاً عندنا فينجر إذا حذفنا الإير فينجر هي أصبع إذا حذفنا الإير فينجر اختلف المعنى مو نفسها يعني أصبع أو كذا إذن هذا هو من أصل الكلمة هنا بعد عدنا ملاحظة مهمة بخصوص صوت الإنغ وهي صوت الإنغ نادرا جدا ما يحدث لي بعد أصوات الدفثونج أو أصوات اللونغ فاول يعني قليلا يحدث ولكن بشكل قليل ركز لي على كلمة رايرلي يعني معناها سلدم نادر جدا يعني لا يحدث في الغالب يعني حدوثه قليل جدا حدوثه قليل جدا ركز لي على هذه المعلومة أعيد المعلومة مرة أخرى الإنغ صوت الإنغ نادرا ما يحدث لي ببداية الكلمة عفوا هو ما يحدث في البداية نهائيا يعني قليل جدا ما يحدث لي الإنغ بعد أصوات الدفثونج الآن ننتقل إلى الكونسننت L راح نجي نتحدث على صوت الـ L صوت الله أو الـ L نفس الشيء هذا يسمونها نحن أخذناها يسمونها different realization of the same phoneme من يقدر يكتب ليها بالتعليق شنو معناها؟ أردأ شوف والله شاهدون الفيديو كليته؟ لا لا طبعا هذا دليل راح أشوف الطلاب يتابعون الفيديو كليته لأن اللي يكتب لي هاي الملاحظة شنو معنى the different realization of the same phoneme اللي يكتب ليها بالتعليقات معناها صدق هذا طالب شاهد المادة وهذا طالب صدق راح ينجح حقيقة طالب اللي ما راح يكتب لهذا تعليق فأكيد هذا طالب لا شاهد في الفيديو ويطفر به دقائق واللي يطفر به دقائق حقيقة ما راح يفتهم المادة زين احنا راح ناخذ صوت ال L اللي هو حال حال أصوات عايشة بأمان الله سبحانه وتعالى ويا الأصوات هنا راح نتحدث على literal approximate راح نتحدث على أصوات اللترال ليش راح نتحدث على أصوات اللترال لأن هي أصوات ال L يعتبر هو literal جانبي لذلك احنا خلينا ناخذ تعريف اللترال رتبت لكم تعريف مرتب مثلكم literal consonant L هو منه literal هو consonant L it produced يعني يتم نطقه when the center of the tongue is completely culture with the alveolar ridge عندما عندما اللسان يكون باتصال مباشر أو بإغلاق تام مع منطقة ال alveolar ridge it is forcing the breath to pass over the sides of the tongue وهذا الإغلاق راح يجبر النفس أو الهواء حتى يخرج من جوانب اللسان خلت حتى يخرج من جوانب اللسان خلي المثلة وياكم عن هذه الصورة اللي يشوفونها قدامكم هاي الصورة شبيهة بيها ال alveolar ridge إيه هذا وينه هذيانه على قولتهم alveolar ridge هذا وينه زين وهذا هو اللسان إذن هاي المنطقة اللي هي المنطقة الثانية من مناطق اللسان راح تتصل باتصال مباشر يعني شوف راح يتحرك اللسان each آه خوشح تحرك اللسان بهاي المسرة وهذا المجل شوف شلون صار شكل اللسان هذا هسه بالأحمر خلي المثل اللسان هذا كان باتصال مباشر مع اللسان خلي نجربوا يا ناس يقول لا مقدمة اللسان راح تتصل اتصال مباشر بالالف للرج وهذا الشي راح الهواء يجبر على أن يمر من خلال جوانب اللسان لذلك احنا سمنا الاتراب حتى ذا جيكسو قال why do we call it literal لسه منه literal because the air or the breath because the breath passes through the sides of the tongue or over over the sides of the tongue لأن الهواء يمر من خلال جوانب اللسان هذا هي الفكرة هسه وياه اخذنا تعريف اللترال عرفنا شمنه اللترال يعني هذا ملاحظات مهمة يعني قراهن كلش مهمات شكو شي اخذت هسه تعريف هذا مهم يعني ممكن يجيك بأكثر من طريق وفراقصة وخطأ اختيار احفظه تعريف وافهمه صدقني راح تفتهم كل المادة واي سؤال راح جيك راح تقدر تحله المادة بعد ما بيهفت شي بكلش كلش مهم ولا تنسى انواع الال اللي اخذناها بالفيديو السابق انواع الال مهمة انا طبعا استاذ يعني صلاح تحياتنا لحقيقة ملزمت هذي كلش حلوة كل طلاب يقرون عليها كل طلاب يقرون عليها سنة عندي ملاحظة عليها حقيقة اتمنى يوصل لهذا الفيديو يعني استاذ صلاح يعني عاشت ايدك والله ملزمة كلش حلوة واني ابدا ما اشكك بيها ومحتواها ومحتواها كلش راقي بس استاذ صلاح الملزمة هذي ما مرتبة يعني الطلاب هذه المعلومات اللي انت مخليها هواية هواية يعني بيها تفاصيل دقيقة وتفاصيل احتمال الطالب ما يحتاجه يعني اشوفك مثلا اكو اشياء ذاكرها بتفاصيل عميقة جدا وهي اصلا يعني مو كلش مهمة هاي وحدة شغلة ثانية ترتيب الملزمة اتمنى ينعاد يعني هذي طلاب يعني خطيئة يحتاجون ترتيب والله عجبتني هي انا كملزمة حلوة الله شاهد يعني زين ولكن ترتيبها حقيقة يعني مو مو ذاك الترتيب الحلو زين يعني وطالب ما يعرف شنو الشيء بهم والمو مهم ولكن كمحتوى والله محتوى كلش قيم تحياتنا لك استاذ صلاح خلي نرجع الى موضوعنا اللي هو مثل ما تشوفون قدامكم احنا قلنا انواع الال وانا قلت لكم شارح نقبل ملزمتي بس حقيقة ما مرتبات هنا ذنى انواع الال مثل ما تشوفين يعني مثل ما تشوفون قدامكم وانا واخواتنا العزة عدنا الدارك ال النوع الاول الدارك ال اتكن بي فاوند وان اتفلوز افاول ويعني عدنا اول نوع يسمونه الدارك ال يعني النوع الثقيل وهذا الصوت لما يجيني يعني صوت علة ثم ال يعني هسنا مثلا هاية خلينا نقول فيل كلمة فيل هذا الال اللي عندي شنو نوعة نوعة دارك السبب لان اجا قبل علة راح اعيدها النوب الال هنا شنو نوعة نوعة دارك ليش لانه اجا قبله علة اوكي هاذا انتهي انا من عدة راح نجي على ثاني نوع وهو الكلير ال الكلير ال الكلير ال هذا ايضا من انواع ال وهذا الصوت شنو ووقعه لما يجيني الصوت وبعده علة شوف لاحظ هنا هنا ال اي اجانه واللي اجا بعده هو الال يعني الصوت علة ثم ال هذا الدارك هنا بالعكس اجان الال وصوت العلة بعده يعني عندي صوت علة عندي صوت الال ثم العلة لذلك هنا راح نقول نقول على هذا الصوت هو clear راح اعيد ها الدارك يجيني قبل علة الكلير يجيني بعد علة بعده بعده نسمي clear قبل الال علة نسمي دارك هذا لنه شوية طلاب يخربطون بيهن فخليكوا ركزوا كلش كلش مهم هذا الشي نجي الى اللي هو يعني يسمون بلا جهر يعني الال اللي يكون غير مجهور بلا جهر هذا يسمون دي هذا شو وقت يجيني ما افتهمت التعذير بيك خليكوا يا اذا اجاني صوت الال اذا اجاني صوت الال اجاني قبل P او L ما لك علاق بالعل من نشوف P و K ما لك علاق قبل عل غمض وقول هذا ديفوست خلص الغ الملاحفتين اللي اخذنان قبل شوية الغ الملاحفتين اللي اخذنان قبل شوية من نشوف قبل الال P أو K قول على هذا الصوت هو الصوت نسميه احنا ديفوست اي موجودات ملزمت استاذ صلاح موجودات بالملاحظة اللي شفتوها حضراتكم وجهكم الخيرة وهنا حقيقة انا ارجع نوح على شغلة انا ابدا ما استنقص استاذ صلاح بالعكس والله معلومات حلوة وملزمت كلش كلش راقي الله شاهد زين ولكن يعني اعتازها الترتيب وإحنا كليتنا انا عندي تقصير واني عندي خطاء كليتنا عندنا خطاء ولكن الانسان اللي يستقبل النصيحة من الاخرين راح يحسن والانسان اللي ما يستقبل النصيحة راح يبقى وما راح يتغير زين بس انا من واحد يقول لي انتقدني انتقاد بناء يقول لي استاذ محمد انت عندك بكذا نقطة هذي ضعف يالي تعالج بيعكس شي حلو هذا واتقبل ولكن لما يجي واحد يريد يستنقص بي لهذا شيء يزعلني ويزعل استاذ صلاح ويزعل الكل من لكم انشاء الله المفقية ماكو فرق بينه وبين الكل ولا فرق بينه بين استاذ صلاح استاذ صلاح معلومات قيمة ونقدم لكم خدمة بالتعاون مع استاذ صلاح مع الكل حتى تستفادون من عدها انشاء الله حتى تروحون الانتحان تجاوبون درجة عالية انشاء الله يا رب كلكم تقدون الماجستير وتكملوا دراسات انشاء الله مو بس نجحوا لهنا احنا وصلنا الى الكونسوننت رأي انا راح اتوقف لهنا ودرت القادم حاضرة جاية نكمل انشاء الله بقية الفصل لان حس المادة صارت هواية والفيديو صار هواية اتوقع لهنا كافيا حاضرة جاية نكمل البارت الثاني تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته